السلام عليكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضية والإخبارية يعني حصريا قرأت خبر في جريدة الكورانيوز والله صراحة حرت شوية واستغربت من هذه الإدارة قالك مجلس إدارة شبيبة القبائل يشتارط 1.5 مليار يعني مليار ونص مقابل تسريحه آدم أرجم يعني آدم أرجم خوتنا على بنا من أفضل لعبين شبيبة القبائل وإدارة شبيبة القبائل تشتارط عليه مليار ونص باش تسرح اللاعب كاريتا 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 كبيرا الناس يعني تحوس تجيب أفضل اللاعبين وهدو يحبوا يبيعوا أفضل لعب لعندهم بالمقابل يعني خنش لا فقط طالبة في ماكسويل باكواذاك طلبت فيها 4 ملايير أو 5 ملايير على الأقل بينما شبيبة القبائل حبت بيع آدم أرجم مليار ونص فقط يعني ورغم أن مجلس إدارة شبيبة القبائل لم يتترق بشكل رسمي إلى هذه القضية على اعتبار أنه لا يوجد يعني عرض رسمي من أي فريق إلا أن مصادر على دراية تم بالموضوع يعني كشفت أن ذات المجلس يعتزم الشراط ما قيمته مليار ونص فقط مليار سنتيم مقابل تسريح اللعب آدم أرجم وزيادة على ذات الفريق يوجد أرجم مثل ما أشرنا إليه في أحد أعدادنا السابقة محل اهتمام الترجل تونسي الذي صراحة وضع مسيرها في القائمة ضمن قائمة العناصر التي يريدون انتدابها خلال فترة الميركاتو الشتوي ومن المنتظر أن يتصلوا خلال الأيام القليلة لايك على الفيديو وخليهن الآرات عكم في التعليقات ما رأيكم